وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأظهار الصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد وبعد فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في كتاب شرح السلم المنورق في علم المنطق لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام الشيخ حسن بن ذرويش القويسي شيخ الأزهر الشريف سابقا شرح فيه نظم السلم للعلامة الأخضر رحم الله تعالى الجميع ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين الإمام الشيخ حسن القويسني كان عالما تقيا مدققا ورعا زاهدا متصوفا وكان من كبار علماء الأزهر الشريف من تلاميذ الإمام الشيخ الشرقاوي والشيخ أحمد الدردير والعلامة الأمير الكبير وتخرج على يديه كثير من أهل العلم من أشهرهم شيخ الإسلام الباجوري وكان رضي الله تعالى عنه من كبار أهل العلم شرح هذا الكتاب السلم المنورق للشيخ عبد الرحمن الأخضر من علماء القرن العاشر الهجري وتولى مشيخة الأزهر بعد وفاة الشيخ حسن العطار رحمه الله في سنة 1250 من الهجرة وبقي في مشيخة الأزهر حتى وفاة سنة 1254 ودفن بمسجد الشيخ علي البيومي بالحسينية بالقاهرة نظم السلم المنورق نظم مختصر ولكنه جامع للفوائد والمعاني الجليلة التي توقف المبتد على مبادئ علم المنطق وتعطيه معرفة وإلماما بأهم ما يمكن أن يدركه أو أن يتعلمه حتى يستطيع البحث أو القراءة أو التعامل مع كتب التراث وخاصة الكتب الشرعية كعلم الكلام ككتب علم الكلام وأصول الفقه وأيضا كتب الفقه وغير ذلك مما يحتاج إليه طالب العلم وحتى يسهل الأمر على الطالب المبتدئ نظم الشيخ الأخضري المنطق في هذه الأبيات الجميلة الجميلة والشيخ عبد الرحمن الأخضري رجل فقيه وولي وصالح من بيت علم وولاية وهو مالكي المذهب وأشعري العقيدة ألف هذا النظم وهو يزيد على عشرين سنة كان اب واحد وعشرين سنة عندما نظم السلم المنورق وذكر ذلك في النظم الشيخ عبد الرحمن الأخضري له كتب كثيرة منها هذا المختصر وله منظومة أيضا تسمى بالجوهر المكنون في علم البلاغة منظومة السلم المنورق لا في علم المنطق وله نظم عظيم الجوهر المكنون في علم البلاغة وله منظومة في علم الفلك وله منظومة جميلة جدا في أداب السلوك في علم التصوف نفع عن الله تعالى بعلوم مشايخنا رضي الله تعالى عنهم والنظم في غاية السهولة ونستطيع أن نحفظه إن شاء الله إذا كانت هناك إرادة وعزيمة ما إذا كان هناك تقاعس أو تكاسل فلن نحفظ شيئا حتى ولو الفاتح فضلب العلم يحتاج إلى همة وصبر لن تنال العلم إلا بستة سأمبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان فهذا هو الطريق الذي نطلب به العلم الذكاء والحرص والصبر والبلغة الهمة والاستعداد وتعليم الشيخ أو الأستاذ وطول الوقت حتى يدخن الإنسان العلم إتقانا كبيرا قال رضي الله عنه الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمذه جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسلا وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا وآله صحب ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاهتذا وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان فيعصم الأفكار عن غي الخطى وعن دقيق الفهم يكشف الغطى فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمبتذي به إلى المطولات يهتدي فصل فصل في جواز الاشتغال به والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال والخلصا في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب فصل في أنواع العلم الحادث دراك مفرد تصور علم وذرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع أو وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقل فصل في أنواع الدلالة الوضعية دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم فصل في مباحث الألفاظ مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما ذل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين أعن المفرد كلي نوع جزئ حيث وجذا فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئ وأولا للذات إن فيها درج فانسبه أو لعارض إذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط فصل في نسبة الألفاظ للمعاني ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا لقصان تواضع تشاك تقالف والاشتراك عكسه الترادف واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس نوقع فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذاوقوع وحيث مال كل فرد حكم فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جالية فصل في المعرفات معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم فالحد بالجنس وفصل واقع والرسم بالجنس وخاصة مع وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب واقع وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط وما بلفظي لديهم شوهرة تبديل لفظ برديف أشهرة وشرط كل أن يرام الطاريدا منعاكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما روو باب في القضايا وأحكامها ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وقابرة ثم القضايا عندهم قسمان شرية حملية والثاني كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا يورى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جالا وكلها مجابات وسالبة فهي إذا إلى الثمان آيبة والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطيات متصلة ومثلها شرطيات منفصلة جزءهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أو جابت لازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أو جابت تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما مانع جمع أو خلو أو هما وهو الحقيقي الأخص فعلما فصل في التناقض تناقض خلف القضيتين فيه كيف وصدق واحد أمر قوفي فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله وإن تكن محصورة بالسور فانقض ضد سور المذكور فإن تكن مجابة كلية ناقيضها سليبة جزئية وإن تكن سليبة كلية ناقيضها مجابة جزئية فصل في العكس المستوي العكس قلب جزئي القاضية مع باق الصدق والكيفية والكم إلا المجاب الكلية فعوضوها المجاب الجزئية والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخساتين فاقتصد ومثل المهمالات السلبية لأنها في قوات الجزئية والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع باب في القياس إن القياس من قضايا صور مستلزما بالذات قولا آخر ثم القياس عندهم قسمان فمنه ما يدعى بالاقتران وهو الذي ذل على الناثي بقوة واختص بالحملية فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما واجب ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا فإن لازم المقدمات حسب المقدمات آت وما من المقدمات صغر فياجب اندراجها في الكبرى وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما وأصغر فذاك ذن دراج وواسط يلغى لدى الانتاج فصل في الأشكال الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيات خياس من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحاسب الحد الواسط حمل بصغر ووضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدر وحمله في الكل ثانيا عرف ووضعه في الكل ثالث أولف ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول فشرقه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه والثاني أن يختلف في الكيف مع كليات الكبرى له شرق واقع والثالث الإيجاب في صغراه وأن ترى كليات إحداهما ورابع عادم جمع الخساتين إلا بصورة فيها تستبين يستبين صغراهما مجابة جزئية كبراهما ساليبة كلية فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث فستات ورابع بخمسة قد أنتج وغير ما ذكرته لن ينتج وتتبع النتيجة الأخس من وتتبع النتيجة الأخس من تلك المقدمات هكذا زوك وهذه الأشكال بالحمل مختصة وليس بالشرط والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آت وتنتهي إلى ضرورة الليمة من دور نوت سلسل قد لازمة فصل في القياس الاستثناء ومنهما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلم تراء وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوات فإياك الشرط يوذ اتصال أنتج وضع ذاك وضع التال ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسه ما لمن جال وإن يكن من فاصلا فوضع ذاك ينتج رفع ذاك والعكس كذا وذاك في الآخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زوك رفع لذاك دون عكس وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا فصل في لواحق القياس ومنه ما يدعونه مركبه لكونه من حجاج قد ركبه فركبه إن تريد أن تعلمه وقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هال ما جر متصل النتائج الذي حاوى يكون أو مفصولها كل سوى وإن بجزئي على كلي نستودل فذاب الاستقراء عندهم عقل وعكسه يدعى القياس يدعى القياس المنطيق وهو الذي قدمته فحقق وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل فصل في أقسام الحجة وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جالية خطابة شعر وبرهان جذل وخامس سفساطة نلت الأمل أجلها البرهان ما أولي فام مقدمات باليقين تقتر من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات وفي ذلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي عقلي أو عادي أو تولد أو واجب والأول المؤيد خاتمة في بيان خطأ البرهان وخطأ البرهان حيث موجد في مادة أو صورة فالمبتد في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذات باين مثل الردي في مأخاذ وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق ففهم المخاطبة كمثل جعل العارضي كالذات أو ناتي إحدى المقدمات والحكم للجلس بحكم النوع وجعل كالقطعي غير القطع والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله هذا تمام الغارض المقصود من أمهات المنطق المحمود قد قد انتهى بحمد رب الفالق ما رمته من فن علم المنطق نظامه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الأخضري عابد الرحمن المرتج ربه المنان مغفرة تحيط بالذنوب تكشف الغطاء عن القلوب وأن يثيبنا بجنات العولى فإناه أكرام من تفضل وكن آخي للمبتذ مسامحا وكن لإصلاح الفساد نصيحا وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديها تنفى لا تبدل إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا وكم من عائب قولا صحيحا وآفاته من الفهم الساقيم وقل لمن لم ينتصف لمقصد العذر حق واجب للمبتد ولبني إحدى وعشرين سنة معذيرة مقبولة مستحسنة لا سياما في عاشير القرون ذي الجهل والفساد والفتون وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم من سنة إحدى وأربعين من بعد تسعة من المئين ثم الصلاة والسلام سرمد على رسول الله خير من هذا وآله وصحبه الثقاة السالكين سبل الناجات ما قطعت شمس النهار أبرج وطلع البدر المنير في الدجاء خلاص قضي الأنف ندخل في الشرح ولا يكفي هذا أن تتعلموه في درس واحد يقرأ من يقرأ ألا يوجد قارئ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رجع على دون الصلاة السلام على أشك على إيش السجد سنين ومولانا محمد وعلى ألم وعلى ألم وعلى ألم وعلى ألم وعلى ألم قال المسلم رحمه الله والشاره وذلك رحمه الله وعلى ألم وعلى ألم وعلى ألم وعلومكم في الدارين يا الله والنبي قال الشارف رحمه الله اسمه الله واتعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر لأغباب العقول حقائق المعقول على التحكير ودلهم على تصحيه طرق التصور والتصديم يسمى هذا اسمه وراحة استهلال يعني عندما يبدأ في شيء فإنه يشير في المقدمة وفي الافتتاح إلى مقصوده أو إلى ما يتكلم فيه فعندما قال الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول حقائق المعقول على التحقيق ودلهم على تصحيح أرق التصور والتصديق هنا نفهم أن الموضوع سيكون في علم المنطق لأن هذه المباحث لا توجد إلا في علم المنطق فهذا يسمى براعة استهلال فاستنتجوا بها بدايع الأسرار من دقائق الأنظام واستخرجوا لها عرائس الأبكار من مخبآت الأسرار يعني الأشياء المخبأة الخفية هما استنتجوها بأفكارهم وعقولهم وفتح الله عليهم ونور أفهامهم فأتوا بالأفهام الدقيقة الصحيحة والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي شيد كواعد الإسلام لأفصح منطق وأوضح خطاب أيضا ما ذال في براعة الاستلال حتى في شأن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشار إلى ما يريد أن يتكلم فيه فصلى عليه بصيغة تناسب الكلام في علم منطق فقال الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي شيد قواعد الإسلام بأفصح منطق وأوضح خطاب وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم العرض والحساب حتى التلازم ذكره وأن هذا تلازم عقلي ولا تلازم عادي سيأتي الكلام إن شاءه وبعد وبعد فيقول مرتدي عقل ربه الغني حسن بن درويش القويسني القويسني الغني القويسني هو قويسنا يقول القويسني يلا قد كنت قد كنت قرأت في بعض السنين كتاب السلم لجماعة من المبتدئين يعني هنا بيتكلم عليه ما يقول كان قرأ في بعض السنين كتاب السلم لجماعة من المبتدئين طبعا في طلب العلم في ثلاثة أصناف مبتدئ ومتوسط ومنتهي طبعا ليس المراد بكلمة منتهي يعني خلاص فرق من ضلب العلم لا لأن العلم لا يعرف حاجة اسمه الانتهاء العلم من المهدي إلى وحتى بعد اللحد وبعد ما تبعس يوم القيامة أيضا حيكون في علم مش حينقطع العلم يقول رب زدني علم فالعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة لا نقول فلان انتهى يعني حصل جميع علوم وإنما المراد بالمنتهي أنه جاوز المرحلة الابتداء والمرحلة الوسط وقف على المرحلة العالية التي تسمى مرحلة النهاية هي الصيح لها بداية هو يسمى هنا منتهي لأنه وصل إلى بداية الانتهاء وليس إلى نهاية الانتهاء فالعلم ليس لنهايته نهاية أقول رب زدني علم فوق كل ذي علم فالمبتدي من هو المبتدي الذي أخذ في التعليم ولم يقدر على تصور المسائل هذا هو المبتدي نحن يعني يأخذ لسه في بداية الطلب ولا يستطيع تصور أو تصوير المسائل والعلماء قسموا طلاب العلم إلى كم مستوى ثلاثة المبتدي والذي يبدأ في الشروع في العلم ولم يقدر على تصور مسائله أما المتوسط هو الذي عنده قدرة على التصور ولكن يعجز عن الاستدلال الأول منتهي الذي وصل إلى مراحل النهاية هو من يقدر على التصور ويقدر على الاستدلال يبدأ الأول المبتدي من هو شرع في تصور مبادئ العلم ولكن عجز عن عجز عن تصور لسه يشرع فيها لسه لم تكتمل عنده الصورة الذهنية هذا يسمى المبتدي أما المتوسط قادر على التصور وليس قادرا على والمنتهي قادر عليهما على التصور وعلى الاستدلال وضحت الفرق بين المستويات الثلاثة يلا إحنا لا نضيل في الشرح عشان نجيب الخلاصة والفائدة عشان نستطيع أن ننتهي من الكتاب ولو أخذنا في التطويل والتعليقات الكثيرة يعني الأحسن نقف عند المطلوب نعم فسألوني أن أملي عليه كلمات توقع ما أشكل منه وتحتع ما أغلق منه يقولوني أن جماعة من المبتدئين سألوا الشيخ بيقولون أعود أن تعمل لنا توضيح لما أشكل من نظم السلم أو من كتاب السلم وتفتح علينا ما أغلق يعني حيانا الإنسان ينغلق عليه الفهم يتوقف يعني أو يشتبه فماذا يريدون منه التوضيح وفتح المغاليق مع الاقتصار على معانيه يعني بين المعنى بس بطريقة مختصرة وإعراب مبانيه يعني إعراب الألفاظ يبقى عوزين منه كمشي أربع أشياء توضيح الكلمات وفتح المغاليق وبعدين إيه الفتح يعني زيادة في توضيح الأمور الغامضة ولكن مع الاقتصار على معانيه وإعراب مبانيه يعني حتى الإعراب مطلوب إعراب الألفاظ دا مبتدأ دا قبر دا حال إلى آخره فأمليت عليه ما تيسر من حفظه شوف قوة العلم أخذ يملي على هؤلاء الطلاب من حفظه ولم أراجع فيه مادة يعني لم يرجع إلى كتاب أو إلى مصدر سوى محلين أو ثلاث يعني في مسألتين مسألتين اشتبه الأمر على الشيخ فرجع إليه إلى بعض المصادر من أجل مسألتين فقط في الكتاب كله راجعت فيها وهنا العلم يكون في فتح ويكون في يعني فهم إذا أنت رجعت إلى كلام الأكابر أو إلى شروح من سبقونا بالعلم والإيمان فراجع شرح شيخ شيوخنا العلامة الملوي العلامة الملوي اسمه أحمد بن عبد الفتاح ابن يوسف شافعي المذهب وهو من أهل القاهرة والملوي نسبة إلى بلدة ملوي كان مسندا في عصره ورضي الله تعالى عنه كان من علماء الأزهر وأخذ عن كثير من أكابر أهل العلم ذكرنا ترجمة سريعة له وله من المؤلفات له شرحان على السلم في شرح كبير وفي شرح متوسط له شرحان وليس شرحا واحدا ما زال شرح الشيخ الملوي ومن أعظم وأعجب الشروح ما زال والله أعلم مخطوط لم يطبع شرح الشيخ الملوي له شرحان لا شرحا واحدا شرح كبير وشرح صغير في شرح كبير وشرح صغير فما هو الشرح الذي رجع إليه الشيخ القوسني لعله الشرح الصغير لأنه الشرح الصغير مشهور وانتشر لأنه مبسط وصغير ودائما الشروح الصغيرة خاصة الدقيقة المتقنة لها انتشار وينتفع الناس بها أكثر من المطولات شرح مثل هذا تسافر به تحميله معك تقرأه في المواصلات في أوقات الراحة إنما لو جئناك بشروح الشمسية أو بالشروح الكبيرة تكره المنطق ولا تفتح الكتاب إلا يوم القيامة إن شاء الله يعني في بعض الإخوان كان حريص عليكم وكان هذا الرجل محب لكم فاستأذن الشيخ قال له ما في ذاعل الإعراب لأنه حيطول الكتاب وهو غير مناسب نحن عزينا نتعلم القضايا المنطقية إنما سنتخذ الإعراب سنخرج إلى علم آخر علم نحو فقال له يعني ما في داعي أحذف الإعراب لكونه غير لائق بهذا الشيخ فأذنت له في ذلك يعني الشيخ كتبه وأوضحه وفتح المغاليق ويسره للطلاب وذكر الفوائد وأعربه يعني ذكر الإعراب ولكن استأذنه بعض الطلبة أن يحذف الإعراب يعني كان الكتاب أكبر من هذا كان فيه الإعراب فحذف منه فحذف منه الإعراب فأذنت له فأذنت له في ذلك فجر له من الإعراب فجاء بحمد الله جملة كافية بفهم كتاب لذوي الألباب وأنا أسأل من طالع عليه أن يتجاوزني عما يراه من خطر وزل وعلى الله لاعتماد وتكلان وإليه الملجأ وبه المستعان وأسأل الله الكريم أن ينفع به النفع العميم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى لو في كلمة يعني لا أتكلم أترك القار يقرأ لأن الكلام واضح أما إذا كان هناك شيء فيه غموض لا تنتظر إلى آخر الدرس بل اسأل في وقتها قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف مستعينا بسم الله يعني يقصد هنا أن الباء متعلقة بمحذوف تقديره أؤلف أؤلف مستعينا بسم الله والاسم والاسم مشتق من السمو يعني هنا أشرح كلمة اسم بسم الاسم ولا تقل الاسم لأن الهمزة همزته وصل مشتق من السمو يعني العلو لأنه يعلو أن يظهر به مسمى والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد هنا يشرح ويوضح لنا معنى لفظ الجلالة الله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد لماذا لم يقل علم على الذات الواجبة الوجود المستحقة قالوا يعني الأولى التذكير إذا كثرت له النعود أما إذا كان نعت واحد فنقول الذات المقدسة أو الذات العلية أما إذا كثرت النعود فنذكر تنزيها للعلم أو لفظ الجلالة عن معنى التأنيث والله علم على الذات الواجب المجود المستحق لجميع المحامد والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان يعني يعني الرحمن يعني اسمه تعالى الرحمن واسمه الرحيم دول صفتان مشبهتان وإيه معنى الصفة المشبهة لماذا سمي الصفة مشبهة مشبهة بإيه يعني الصفة المشبهة بما شبهت هي مشبهة بماذا نعم ما درست نحو فنحتاج إلى يوم ثالث للنحو ماذا نفعل وإلى يوم الرابع للصرف هي الصفة المشبهة مشبهة بماذا باسم الفاعل أي ما هي أشبهة اسم الفاعل فلاذا سميت صفة مشبهة مشبهة استعملة للمبالغة مبالغة هي معنى المبالغة طبعا طبعا المبالغة معناه من يقول لي ما معنى أو ما المراد بالمبالغة المبالغة وصفك للشيء لأكثر مما يستحق فهذا فهذا فهل عندما نقول الرحمن الرحيم على الله هل هذا أعظم أو أكثر مما يستحقه المولى تبارك وتعالى لا ليس في صفات الله تعالى مبالغة بل الوصف بها وصف على الحقيقة ولماذا قال استعملة للمبالغة يعني هذا في النحو أو في اللغة وليس في إطلاقه ما على الله تعالى فيهم تكده استعملة للمبالغة من طبعا رحمة شوف كده رحمة طبعا لما نقول رحمة أو رحمة عشان تبقى مشتقى من اللازم وليس من المتعد والرحمن والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيانة البناء تدل على زيانة المعنى كما في قطع بالتخفيف وقطع بالتشريف يعني في قاعدة طبعا هذه القاعدة بيسموها قاعدة أغلبية أو قاعدة مشروضة يعني ماذا نقول في هذه القاعدة نقول زيادة البناء تدل على زيادة المعنى هل هذه قاعدة كما أغلبية لأن ممكن يشذ يأتي كلمة في المبنى يعني في الحروف زائدة على كلمة أخرى والكلمة والكلمة هي أقل منها حروفا هي زائدة في المعنى عن الكلمة التي حروفها كثيرة والبعض قال هي قاعدة كلية ولكنها مشروضة بكم شرط بشروط ثلاثة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى بكم شرط الأول أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية يعني يعني مثلا شوف كده عندك شرح ونهم شرح كم حرف شرح شارح أربع وناهم أربع مع إنه شرح ثلاثة وناهم كم ثلاثة فبيقول لك أول شرط أن يكون في غير الصفات الجبلية فلو كانت في صفة جبلية ابدا تخرج خلاص يخرج ما كان من الصفات الجبلية بعدين الشرط الثاني أن يتحد اللفظان في النوع يعني عندك إيه حذر وحاذر حذر حروف إيه أقل وحاذر أكبر مع أنه ليس هنا زيادة المبنى زي ما قلنا في الأول تدل على زيادة المعنى لأنه حذر لثلاثة أبلغ من حاذر اللي هي أربعة لأنه هنا في شرق لوئه اتحاد للنفظان في النوع فحاذر صفة مشبهة وحاذر اسم فاعل فلازم الاثنين يكونوا متحدين ده اسم فاعل ده اسم فاعل ده صفة ده صفة فهنا تنطبق القاعدة بشرط ايه أول حاجة الشرط الأول أن لا يكون في الصفات الجبلية يعني الصفات الخلقية الشرط الثاني أن يتحد في النوع وذلك قلنا الأول اللي هو حاذر أبلغ من الثاني لكونه صفة مشبهة طب الثالث الاتحاد في الاشتقاق زي قطع وقطع لأن قطع مشتق من القطع وقطع مشتق من القطع فإذا اتحد الاشتقاق يبقى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى زي الرحمن والرحيم أيهما أبلغ الرحمن ولا الرحيم الرحمن لأن الرحمن فيها حرف زيادة رحمن خمسة ورحيم أربعة فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لأن لأن هنا اتحد الاشتقاق زي قطع وقطع ولذلك إذا لم يتحد الاشتقاق يبقى إذن لو كانت الحروف زائدة لا تدل على زيادة المعنى ولأجل هذا من غفل عن هذه الشروط جعل القاعدة أغلبه ما هو ممكن نقول أغلبية وخلاص أي شي لا يناسب نخرجه بقولنا أغلبية أما إذا ربطنا الشروط يبقى قاعدة كلية بس مشروطة مش كلية مطلقة بالشروط بحيث إذا لم تنطبق الشروط خلاص يبقى مثلا عندنا كلمتان شوف كده زمن زمن وزمان وزمان أقول لك زمان سيدنا أبي بكر وأقول لك زمن سيدنا أبي بكر شوف زمان كم حرف ذهبه زمن والمعنى واحد لا يوجد زيادة في كلمة الزمان في المعنى على كلمة الزمن لماذا لأنه ما فيش اشتقاق لأنه زمن ده جامد بخلاف قطعة وقطعة ما فيش اشتقاق فده جامد لازم يكون فيه اشتقاق يعني هل ترى أنه في كلمة زمن زمان اللي هي زمن اللي هي كان أربعة أحرف هل ترى فيها معنى زائد ما الفرق بين زمان عمر وبين زمن عمر واحد ليه لأنه لا اشتقاق الاشتقاق يوجد في الرحمن والرحيم وفي قطعة وقطعة إنما حذر وحاذر عشان اختلاف النوع ضاب وشارح وشارح عشان إيه إنه من الصفات الجبلية فهذه الشروط أو هذه فائدة عظيمة ذكرها العلام الشيخ الصاوي في الحاشية على الخريدة ولذلك حاشية الإمام الصاوي على الخريدة حاشية عظيمة ولها فوائد جليلة وكبيرة شرحنا حاشية السباعي وحاشية الشيخ الدردير نفسه أما حاشية الصاوي شرحنا فيها بعض الدروس ولكن لم نكملها حاشية الصاوي على الخريدة أما حاشية الصاوي على الجوهرة شرحت كثيرا الحمد لله رب العالم اقرأ يبقى هنا أشوف ما هو المنطبق عليه الشروط قطع قطع فعندما أقول قطع المعنى فيه زيادة قطع عن التقطع كثير أما قطع يمكن قطع واحدة لما أقول قتل وقتل أو لما أقول ظالم وظلام يبقى هنا ظلام فيها معنى أكثر كثرة الظلم ليه لأنه هنا منطبق الشروط ليس من الصفات الجبلية النوع المتحد الاشتقاق دا مشتق دا مشتق شوف شوف كده ظلم أو ظلم أو مثلا قتل وقتل أو زي فعل وفعل أو مثلا قطع وقطع وهكذا واضح 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 وابتدأ بالبسملة اختداء من الكتاب العزيز وعملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ذبان لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر عيناكس وقليل الباكة يبقى إذن ابتدأ بالبسملة دا اختداء يعني كان يعني مشى أو تبع أو اقتدى بالقرآن الكريم لأن في أول القرآن الكريم البسملة وأيضا عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر الحديث دا له روايات كثيرة ومتعددة مثلا فيه رواية كل أمر ورواية ثاني كل كلام لم يبدأ أو لم يفتتح فيه رواية بحمد الله مش ببسم الله فيه رواية ثاني بذكر الله فيه رواية فهو أقضع رواية ثاني فهو أبتر رواية ثاني فهو أجذم في رواية فهو أكتع كل هذه روايات موجودة فيه في كتب الحديث والإسناد وفيه وفيه طبعا رواية فيه كتاب النكاح في دواوين السنة رواها أبو داود في سننه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم في كتاب الأدب وفيه رواية عند الإمام أحمد كل كلام أو أمر ذي بال الله يفتح بذكر الله فهو أبتر وفيه كمان رواية أنه كل أمر لم يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة لكن احنا عاوزين نقول إيه إيه الفرق بين الروايات الثلاث فهو إيه أقطع أو إيه أجذم أو أبتر كل ده يعني فهو ناقص لأن الأبتر معناه المقطوع والأجذم معناه المقطوع و كله بس المقطوع أقطع يعني مقطوع اليدين يقول لك فلان أقطع عشان إذا كان مقطوع اليدين إذا قالوا أبتر يقول مقطوع الذيل الحيوان اللي هو مفوز الذيل يقولوا إيه أبتر لا ذيل لا لا عقب له فأبو الأجذم مقطوع الأطراف الأنامل أصابع وكل إيه مقطوع بس أيذم فيه مقطوع الأنامل وأبتر الذيل وأقطع اليدين والمراد أنه ناقص البركة واضح كذا الحمد لله الذي قد أقرد نتائج البكر لأرباب الحجام الحمد أي بناء يعني عشان التسهيل دائما نربط الشرح بالأبيات يعني البيت الشرح هذا مرتبط بالنظم الحمد أي الوصف بجميل الصفات على الجميل الاختياري على جهة التعظيم وذا شرحنا في الوصف الحمد معناه الثناء بجميل الصفات على الجميل الاختياري على جهة التعظيم فإذن لابد لابد يكون المحمود عندنا في الحمد كام ركن خمسة عندنا حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغة ما هنا المدار في الاختيارية على المحمود به ولا المحمود عليه يعني ما هو المشترط أن يكون جميل اختياري المحمود به ولا المحمود عليه هنا مهمة يبقى إذن المدار في الاختيارية في الحمد على المحمود عليه لا على المحمود به فإذا لم يكن المحمود عليه اختياريا لا يسمى حمدا بل متح الفرق من الحمد والشكر أن الحمد يكون في مقابلة نعمة أو لا أما الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة وأيضاً وأيضاً الحمد مورده خاص والمتعلق عام والشكر العكس المتعلق عام والمورد خاص يعني الحمد باللسان أما الشكر يكون باللسان والجوارح والقلب والأعضاء والقلب بالثلاثة والحمد باللسان فقط والشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة والحمد يكون مطلقاً في مقابلة نعمة أو لا أما الاختيار هذا هو المحمود عليه يعني مثلاً لا يجوز أن أمدح إنساناً على حسن وجهه أو على جمال صورته فهذا يسمى متح ولا يجوز أن أحمد إنساناً على أصوله الكريمة العربية لا هذا ليس اختياره إنما أحمده على كرمه على تقواه على تعليمه على إحسانه كما قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا لما لم يفعلوا فلازم يكون المحمود عليه اختياري أما المحمود به لا لا يشترض فيه أن يكون اختياري فمثلاً زيد صنع إليك معروفاً هذا صنيع المعروف هذا أمر اختياري فأنت قلت زيد حسن الوجه إذن أنت حمدته بأمر ليس اختياري والذي فعله اختياري فالمدار فيه الاختيارية على المحمود عليه يعني لا يسمى الحمد حمداً إلا إذا كان المحمود عليه أمراً اختيارياً زي الكرم السخاء الشجاعة المروءة التقوى التعليم الأدب الكمالات الخلقية كلها دي أمور أما الكمالات الخلقية لا هذا ليست أمور يعني لا أمدح الوردة وإنما لا أحمد الوردة على حسن شكله هذا أمر ليس اختياري خلاص واضح يبقى الوصف بجميل الصفات على الجميل على الجميل الاختياري طبعاً كلمة بجميل الصفات لم يشترط أن تكون اختيارية إنما اشترط أن يكون المحمود عليه اختياري وفي شرط تاني أن يكون ذلك على جهة التعظيم فإذا كان على جهة التهكم لا يسمى لا يسمى حمداً بل هذا سخرية أو استهزاء كقولي تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم لازم يكون على جهة التعظيم ثابت لله اختصاصاً واحتقاطاً الحمد الحمد لله يعني هنا مبتدأ خبر الحمد ثابت لله الحمد ثابت لله هي معنى ثابت يعني الله تعالى مختص به ومستحق له يعني سبحانه وتعالى من خصائصه الحمد والحمد هو تعالى يستحق هذا الحمد سواء سواء جُبلت فيه أل للاستغراق أل لفيه الحمد ممكن تكون للاستغراق فحيكون معناها كل كل المحامد أو كل حمد فهو خاص أو مستحق لله وهو ظاهر عرفنا أل الاستغراقية علامتها إيه إنها يوضع مكانها إيه كل ويصح الاستثناء بعدها كما في قول تانا احفظها والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين فالألف في الإنسان هنا استغراقية لأنه كأن قلت كل إنسان في خسر بدلال الصحة لاستثناء بعدها نعم وهو ظاهر أمن الجنس لأنه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص جميع الأفضل أمن الجنس يعني ممكن نقول الألف واللا من lequel في الحمد ممكن نقول الاستغراق وممكن نقول إيه للجنس يعني ايه الفرق بين الاستغراق وبين الجنس الاستغراق ما يستغرق يعني يشمل كل الأفراد أما الجنس الحكم فيه يكون على الجنس بغض النظر عن الأفراد أو بقطع النظر عن الأفراد يعني كأن قلت جنس ما يسمى حمد هو لله من غير ما أنظر إلى الأفراد فإذا نظرت إلى الأفراد تكون استغراقية للجنس لأنه يلزم من اختصاص الجنس اختصاص جميع الأفراد يعني هو في النهاية لو قلت هي للجنس أو للاستغراق للاستغراق جمعناه شمل شمل جميع الأفراد دول الجنس يلزم من اختصاص الجنس اختصاص جميع الأفراد يعني إذا كان جنس الحمد مختص بالله إذن فأفراده كذلك أم للعهد يبقى هنا فيه كم احتمال في الألف اللام الجنسية والاستغراقية والعهدية يعني أن الحمد المعهود الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياءه وأولياءه وأصفياءه مختص به يعني الحمد اللي احنا بنسمع في القرآن الكريم وفي السنة وحمد الأنبياء وحمد الرسل وحمد الصحابة والأولياء والتابعين كل ذا لمين لله أو معنى للعهد والعبرة والعبرة بحب من ذكر فلا فرض منه لغيره على كل تقدير يعني على كل تقدير يعني على أن نقدر أن الألف واللام للاستغراق أو للجنس أو للعهد فما فيش لا يوجد فرد منه خلاص كده لغيره لو قلنا للعهد أو للجنس أو للإستغراق لا يوجد فرد واحد لغيره على كل تقدير لغير الله تعالى نعم يعني الحمد الذكال للجنس يبقى معناه إيه جنس الحمد وإذا كان يلزم من اختصاص هو تعالى جنس الحمد المختص به فيلزم من اختصاص الجنس اختصاص جميع الأفراد وإذا قلنا استغراقية فالمعنى واضح وإذا قلنا للعهد عهد إيه يعني الحمد المعهود يعني حمد الله لنفسه وحمد الأنبياء والأولياء والأصفياء والصالحين والملائك والعبرة بهذا الحمد فمثلا يعني لما يقول لك والعبرة بحمد من ذكر كأنه يقول لك في حمد آخر يعني مثلا الظالمون يحمد بعضهم بعضا والمنافقون كذلك لا عبرة بهذا فإذا لا فرد منه ليه لأننا لم نعتبر الحمد اللي هو الآخر ده لأنه لا عبرة به يفرض مثلا الكفار حمدوا مثلا اللات والعزة هل يعتبر بهذا لا عبرة به فكأنه غير موجود ولأجل هذا قال لا فرد منه لغيره على كل تقدير ليه؟ طيب وفين الباب؟ قال لك غير معتبر كأنه ساقط مهمل فلا فرد منه لغيره على كل تقدير بدلالة المطابقة على الاحتمال الأول يعني عندك في المنطق فيه كام ايه؟ فيه أنواع الدلالة يقول لك مثلا لو خدنا بالاحتمال الأول ما هو الاحتمال الأول؟ آه يبقى هنا دلالة المطابقة هنا طابق كل فرد ماذا كده؟ اسمها دلالة المطابقة لأن دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة فلما نقول كل حمد لله ونقول الألف واللام استغرقية يعني كل المحامد يبقى هي وافقة وافق اللفظ وطابق معناه يبقى هذه الدلالة ده على الاحتمال الأول وبدلالة لالتزام على الثاني اللي هو ايه؟ الجنسية لأنه يلزم إذا كان الجنس مختص به فيلزم أن تختص به الأفراد فهذه دلالة التزامية إنما في الأول دلالة ايه؟ مطابق طاب والاحتمال الثالث اللي هو ايه؟ العهد يقول لك بدلالة للدعاء لأننا ندعي أنه لا يعتد بحمد ايه؟ بحمد غير هؤلاء مش معتد بها يسمى ايه؟ والدعاء ده عشان يكون صحيح لابد من دليل وابتدأ وابتدأ بالحمد لها ثانيا بعد الابتداء بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر زيبال لا يبدأ فيه بالحمد لله وهو أبطأ يعني يقول لك ابتدأ ثانيا طب احنا قلنا كيف يقول ابتدأ أولا ثم يقول ابتدأ ثانيا قسموا الابتداء قسمين ابتداء حقيقي وابتداء إضافي فالابتداء الثاني ده هو إيه؟ هو الإضافي يعني الابتداء الحقيقي هو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء والابتداء الإضافي والابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء لأنه الابتداء بالحمد لله سبقه الابتداء بالبسملة فهذا يسمى إضافي واضح؟ وأيضا ابتدأ اقتداءا بك لأنه في القرآن الكريم البسملة وبعدها إيه؟ الحمد لله وعملا أيضا بالخبر الثاني كل أمر شيروايات مختلفة كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو إيه؟ فهو أطمع وجمع بين الابتداءين عملا بالروايتين يعني أنا كده امتثلت وعملت بالروايات كلها فإسم فيه جمعدة لما يتعارض الأدلة نستطيعه أن نوفق وأن نجمع إذا أمكن الجمع وجمع بين الابتدائين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما يعني بين رواية البسملة وبين رواية إذ الابتداء حقيقي وإضافي واضح؟ فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي حصل بالحمد لله لكن أنت ممكن ما تبدأش بالبسملة تبدأ بالحمد لله فيكون الابتداء بها حقيقي إذا لم تذكر قبلها البسملة أو تبدأ بذكر الله واختار في جملة الحمد الاسمية على الجعلية اقتداء بالآية يعني لماذا لم يقل مثلا أحمد الله ليه قال الحمد جاب الجملة الاسمية اقتداء بالآية أيضا بالقرآن يعني ولدلالتها على الثبات والدوام يعني الحمد الله تفيد أن الحمد دائم ومستمر لله تعالى بخلاف لما أقول أحمد الله بالجملة الفعلية هذا لا يدل على الاستمرار أو على الثبات يدل على حصول الحمد مرة واحدة لكن لا يدل على دوامه واستمراره بخلاف الجملة الاسمية وقدم لفظ الحمد على لفظ الجلالة للعاية المقام يعني لماذا يعني اللي يقول لك قال الحمد لله ولم يقل لله الحمد يعني لماذا لم يقدم لفظ الجلالة زي مثلا في صورة الجاسة فلله الحمد مش كده مش الحمد لله قال لك لرعاية المقام لأن المقام هنا مقام افتتاح ومقام ثناء وحمد لله فيقدم الحمد وفي القرآن كذلك هل في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله الحمد رب العالمين ولا الحمد لله لأن المقام هنا مقام ثناء زي مثلا في التشهد ماذا نفعل نحن في التشهد في الصلاة بنعمل ايه بنصلي عن نبي الأول ولا بنسلم الأول ماذا نفعل في التشاهد الصلاة على النبي الأول ولا السلام السلام الأول السلام عليك أيها النبي مع أن الآية طلبت لي الصلاة أولا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ولم يقل سلموا عليه وصلوا وجينا في التشاهد عكسنا فنسلم الأول وبعدين إيه أليس كذلك لماذا لماذا عكسنا مع أنه في الآية الأمر بالصلاة أولا يا أيها الذين آمنوا صلوا أنت في التشاهد التحيات لله السلام عليك في صلاة هنا لا وبعدين بنصلي في آخر التشاهد يبقى عملنا عكس الآية مع أن النبي سلم كان حريص على موافقة القرآن لما جاي فرغ من الطواف وراح استلم الركم قبله وذهب إلى الصفا كيف فعل في السعي بدأ بالصفا ولا بالمروة قال أبدأ بما بدأ الله به يا ربنا بدأ بالصفا إن الصفا والمروة مع أن القرآن مرتبش لا تقتضي الترتيب لم يقل إن الصفا ثم المروة الواو مطلق الجمع والنبي قال أبدأ بما بدأ الله به وكان في الوضوء لما يجي يغسل يرتب حسب الآية يعني يغسل الوجه وبعدين اليدين وبعدين مسح الرأس وبعدين الرجلين زي الآية ولكن يبدأ بغسل الرجلين فكان يتبع ترتيب القرآن إيه اللي خل الحكاية تعكست فين في التشهد لأن المقام يختضي التحية التحيات فيبدأ به بالسلام لأن السلام هو التحية نحن هنا في مقام تحية التحيات فنبدأ بالسلام تحياتهم يوم يلقونه سلام فلعجل هذا قدم السلام لأن المقام فيها مقام إيه هذا في التشهد الأول المقام مقام إيه تحية أما في التشهد الأخير نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه واضح يبقى هنا مراعاة للمقام قدم إيه الحمد على لفظ إيه الجلالة مش كده يلا وقدم لفظ الحمد على لفظ الجلالة لرعاية المقام وإن كان لفظ الجلالة أهم بتقديم لذاته يعني شوف لو نظرت إلى لفظ الجلالة لذاته ما فيش حية تقدم عليه إنما هنا عشان المقام أنا بأحمد الله فأعمل إيه أقدم الحمد لأني لا أريد تقديم لأني أريد أن أحمده فأقدم ليه الحمد رعاية المقام أنسب للبلاغة أيها هذا هو البلاغة البلاغة مراعاة مقتضى الحال يعني لو ما رعتش المقام ما بقاش عندك بلاغة إذ هي يعني إذ هي مطابقة الكلام لمقتضى المقام أعيد البلاغة أحسن تعرف للبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى المقام فإذا لم يقتضي أو يطابق مقتضى المقام هذا ليس بلاغة الذي قد أخرجنا لا مش أخرجنا أخرج في شنون الحمد لله الذي قد هي أخرج من غير ألف بس هذه الألف عشان الوزن عشان الشطرة التانية أخرج الحية عشان الكلمتين يبقوا مع بعض في الوزن فهذا يسمى ألف تسمى ذي ألف الإطلاق وهي الألف الواقعة في آخر الروي إذا كانت حركة الروي فتحة فالصوت ينطلق كلمة ألف الإطلاق عشان الصوت ينطلق بها هي أصلا فتحة بس لما انطلق بها الصوت قلبت ألفا أي معنى كلمة الإطلاق يعني أطلقت بها النفس أو أطلقت بها الهواء أخرج يعني أظهر وأوجد نتائج الفكر نتائج جمع نتيجة وهي قضية لازمة لمقدمتين النتيجة يعني معناها قضية ملازمة لمقدمتين شوف كده أجيب لك هنا المثال وانت تقول لي فين النتيجة شوف كده محمد مجتهد دي قضية وكل مجتهد ناجح هذه هي القضية الثانية بنسمي القضية الأولى المقدمة الصغرى محمد مجتهد وكل مجتهد ناجح هذه هي المقدمة الكبرى نحزف المكرر محمد مجتهد نشيل مجتهد وكل مجتهد نشيل مجتهد فتظهر لك النتيجة محمد مجتهد وكل مجتهد ناجح فالنتيجة محمد ناجح هذه هي النتيجة النتيجة معناها قضية لازمة لازم يكون قبل مقدمتين شوف كده ونقول مثال تاني الذي جاء به الشيخ العالم خذ بالك العالم حادث دي الصغرى المقدمة الصغرى العالم حادث خلاص كده دي نتيجة لكن هذه النتيجة لازمة لمقدمتين المقدمة الأولى اللي هي الصغرى العالم متغير والثانية اللي هي الكبرى وكيف نعرف الفرق بين الصغرى لأن الصغرى تندلج في الكبرى فالتي فيها صور كل هي الكبرى نقولك مش الكبرى هي الثانية والصغرى هي الأولى ممكن أنا أضحك عليك أقولك كل متغير حادث والعالم متغير يبقى أيضا الكبرى هي اللي فيها كل حتى لو جاءت مقدمة مش مهم الترتيب المهم هنا أنه في مقدمتين الصغرى مندرجة في الكبرى العالم متغير وكل متغير حادث إذن النتيجة العالمي حادث أجيب مثال آخر أقول لك علي صائم وكل صائم يعمل بكتاب الله علي يعمل بكتاب الله زيد صالح وكل صالح يدخل الجنة زيد يدخل الجنة القرآن كلام الله وكل كلام الله قديم القرآن قديم دائما النتيجة تسبقها مقدمة حتى ولو كانت محذوفتين أو واحدة منهم محذوفة لما قل مثلا شف كذا هذا يحد دا النتيجة دفن المقدمات المقدمة الصغرى هذا زان وكل زان يحد فالنتيجة هذا يحد فممكن أو أقول كذا هذا زان فهو يحد وحذفت الكبرى لأنه معناها معروف هذا زان وكل زان يحد فهذا يحد ممكن أحذف الصغرى فقل كل زان يحد فهذا يحد ممكن أحذف الاثنين للعلم بها والحذف في في بعض المقدمات أو إحدى المقدمات للعلم بها أو في النتيجة أيضا جائز بس يكون تكون معلومة يعني حجب لك مثلا من القرآن الكريم مثال شف كذا تحذف فيه بعض المقدمات لأن القرآن الكريم اجتمل على الأدلة المنطقية وعلى الأشكال الثلاثة الشكل الأول مذكور في القرآن والشكل الثاني والشكل الثالث أما الرابع لا لأنه بعيد عن الطبع يعني مثلا تعالى كذا أجب من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام شف كذا قال إبراهيم ربيا الذي قال أنا أحي وأميت شف كذا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأأتي بها من المغرب فبهت الذي ده قياس ده بيسمون قياس منطقي من الشكل الأول لأنه كأنه سيدنا إبراهيم بيقول له إيه أنت لا تأتي بالشمس من المشرق وربي يأتي بالشمس من المشرق إذا النتيجة أنت لست بربي كذا لنت خدت كذا حطلع منه إيه هذا القياس ونجيب ممكن من الشكل الثاني لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فيقول هذه الكواكب آفلة مش كده آفلة وكل آفل ليس بربي إذن هذه الكواكب والنجوم ليست ربي ده قياس من الشكل الثاني ده نجيبه من الشكل الثالث الشكل الثالث أنه يكون الحد الوسط موضوع في الصغر وفي الكبرى يعني مثلا شوف كده قال تعالى وما قدر الله حق قدري إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ما أنزل الله على بشر من شيء هذه قضية سالبة كلية يعني معناها لا أحد من البشر أنزل الله عليه شيء هذه اسمها سالبة كلية ما أنزل لا نفي ما أنزل الله على بشر من شيء هذه سالبة كلية طيب كيف نقضها الله أبطاله بالموجب الجزئية فقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فيبقى القياس كيف نصوق القياس نقول كذا يا شف كذا موسى موسى شف كذا موسى بشر شما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هشوف القياس موسى بشر ولا مش بشر هو موسى إله ولا بشر بشر طيب سؤال تاني موسى أنزل الله عليه الكتاب له التوراة يبقى موسى بشر شف كذا وموسى أنزل الله عليه التوراة له الكتاب موسى بشر وموسى أنزل الله عليه التوراة يبقى هنا الحصل هنا يبقى بعض البشر لو موسى أو عيسى أو سيدنا محمد أنزل الله عليه شيء فأبطالها الله تعالى لهم خلوها ساربها كلية فأبطلها بالموجة بالجزئة لأن الله لم ينزل على كل البشر وإنما أنزل على بعض البشر ومنهم مين ومنهم موسى فالبعض ولو كان واحد يصح به الإبطال لما قل لا يوجد في الطلبة واحد مشتهد ثم تقول لي فلان إبقى أنت أبطلت ليه السالبة الكلية ولو بواحد وضح كذا يلا عرفنا ايه معنى النتيجة يعني ايه اللي هو بينتج بعد ترتيب المقدمات الصغرى والكبرى ثم يأتي المطلوب تسمى نتيجة وتسمى ايه المطلوب ايضا خلاص يلا وتسمى دعوة نعم بس كله بحسب بحسب الاعتبارات يطلق على المفكر فيه مجازا يعني لما قال نتائج الفكر أن الهم فكروا فيه نفكرنا فيه وعلى حركة النفس في المعقولات يبقى الفكر كده تعريفه حركة حركة عن انتقال والمراد بالنفس يعني العقل حركة النفس في المعقولات يعني ايه حركة النفس في المعقولات يعني يجيب المبادئ ويتوصل بها ينتقل من المبادئ الى المطالب يجب يتحركه الحركة عن الانتقال ينتقل من شيء الى شيء فهنا بيسمى مفكر بس في ايه في المعقولات الامور الذهنية اما حركة النفس في المحسوسات هذه خيال يجيب الفرق بين الفكر والخيال ها الفكر في المعقولات والخيال في المحسوسات يعني لو لو انا رأيت شجرة وتأملت فيها واعجبني شكلها ثم غابت عني فتحرك النفس تحركت نفسي في تصوري هذا ثم خيال لانه في ايه ايه محسوس اما في المعقولات والايه الفكر ويطلق الفكر على المفكر فيه بيقول لك حركة النفس في المعقولات اي انتقالها من المبادئ الى المطالب او ده الانتقال الحركة وعلى النظر الاصطلاحي اصطلاحا يعني الفكر يسمى النظر يسمى الفكر نظرا بالمعنى الاصطلاحي فيعرف الفكر على الاخير اللي هو ايه المعنى الاصطلاحي ترتيب اه ترتيب امور معلومة للتوصل بها الى امر مجهول يعني بجيب امرين معلومين امور يعني امور مش امر واحد لازم يكون على الاقل امرين فاتوصل من خلالهما الى امر مجهول انا مش عارف الشيخ خير ده هينجح او لا فافكر اقول ايه خير ده مشتهد والمشتهد او كل مشتهد ناجح فتوصلت بهذا الحركة الى ان خير ناجح لانه ربطت به بالاجتهاد وادخلت في زمرة المجتهدين او في زمرة العلماء العاملين فاصبح من الناجحين هذا امر كذا كيف توصلت اليه بترتيب معلومين لكن الاول لم اكن اعلم انه من الناجحين او من المجتهدين الا بترتيب الامرين الفكر والنظر بالمعنى الاستلاحي ترتيب امور كلمة امور ليس جمع مش ثلاثة امرين فاكثر ليس بشرط ان يكون ثلاثة ممكن يكون امرين او ثلاثة او اربعة اقل حاجة للتوصل بها الى امر مجهول يعني مثلا عاوزين نعرف مثلا هل الله تعالى يرى في ال يرى بالابصار ولا لا نجهل هذا لا نعرف هل يرى او لا فنقول كذا الله تعالى لا يرى لانه ليس بجسم في هذه الحال ايه واذا لم يكن جسما لا يرى فتوصلنا الى انه لا يرى لكن نجي للادلة النقلية مش الادلة العقلية فنقول الله تعالى يرى لا في جهة وليس في شكل وليس في صورة لان الذي يرى في جهة وفي شكل وفي صورة هو الجسم وهكذا نستطيع ان توصل الى ما نريده في اي شيء في العلم الكلام في الاصول في المنطق وليس قاصرا على قضايا عقلية فقط في كل ما نريد ان نتوصل إليه نرتب اي امور معلومة زي القياس اللي هو في الفقهة نوصل امر شوف كده النبيذ خمر وكل خمر مسكر يبقى النبيذ مسكر بس ده عندي غير الحنفيض لأربابي لأربابي اي افحابي الحجاب الحجا يعني العقل الحجا بالقصر العقل خلاص كده الحجا العقل وهو نور العقل لا ندرك حقيقته ونور روحاني حاجة لطيفة ربانية سر ندرك به لكن لا نعرف حقيقته تدرك والادراك في الحقيقة ليس للعقل لأنه الادراك في الحقيقة للنفس فإذا أسند إلى العقل فهو مجاز ولذلك يقول به تدرك النفس المعلومات الضرورية والنظرية فمن لم يفرق بين الضروري والنظري ليس بعقل أو لا يوصف بالعقل فالعقل آلة زي البصر ما هي آلة بها يميز الإنسان بين الألوان والذوق يميز به بين الضعومات والشم يميز به بين الروائح واللمس يميز به بين النعم والنم العقل يميز به بين المعلومات الضرورية والنظرية وفي تصدير الكتاب بذكر النتائج والفكر والعقل براعة استهلال وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده ففي ذلك إشعار بالمنطق الذي يتكلم فيه عن النتائج والفكر أي النظر وهو من الأمور العقلية وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل وحط أي أزال عنهم أي عن أرباب الحية من سماء العقل بدل من الجار والمجرور قبله أي أزال الله عن عقلهم الذي هو كالسماء فألف العقل بدل عن الضمير وشبه العقل بالسماء لأنه محل لقلوع شموس المعارف المعنوية كما أن السماء محل لظهور شموس الإشراق الحسية كل حجاب مفعول حط أي كل مانع من سحاب الجهل أي من الجهل الذي هو كالسحاب فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه يعني بيقول فيه مشبه وفيه مشبه به يبقى هنا ما هو المشبه أضافة المشبه به للمشبه ما هو المشبه به السحاب وما هو المشبه الجهل كسابق لأن الجهل يمنع العقل عن إدراك العلوم المعنوية كما أن السحاب يمنع النظر من إدراك الشموس المحسوسة فكل من السحاب والجهل وجودي يعني شبه شيء وجودي بشيء وجودي ولا نقول شبه شيء وجودي بشيء عدمي حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدرات منكشفة حتى للانتهاء أي إلى أن بدت ظهرت بدت ظهرت لهم شموس المعرفة أي المعرفة التي كالشموس والجمع للتعظيم يعني لماذا لم يقل بدت لهم شمس المعرفة وإنما قال شموس جمعها للتعظيم وليس للتكثير رأوا مخدرات شموس المعرفة أي مسائلها الصعبة وسميت مخدرة عرف المخدرة التي هي في الخدر يعني التي هي مخفية غير ظاهرة أي مسائلها الصعبة شبهت بالعرائس المستترة تحت الخدر منكشفة يعني متضحة يعني كانت مخفية فصارت واضحة ومعلومة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاهتداء اقرأ نحمده نحمده أي نسمي عليه الثناء اللائق بجلاله وحمد بالفعلية بعد رسمية فأسيا بحديث إن الحمد لله نحمده يعني هو مش قال الحمد لله لماذا يقول نحمده قال لكم الحديث النبي صلى الله إن الحمد لله نحمده يعني ذكر الجملة الفعلية بعد واختار الفعلية هنا وطبعا الحديث ده اللي هو الحمد لله نحمده ونستعينه تمام ده ده بيسموه مشهور عند أهل العلم بخطبة الحاجة اللي هو فيه الآيات يا أيها الناس إن يا أيها الناس تغو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بيقولوها الخطباء في الجمعة أو مثلا في افتتاح الرسائل والكتب اللي تسمى خطبة الحاجة ولكن المستحسن أن لا تذكر خطبة الحاجة لأن المراد بالحاجة في سنن أبي داود الحاجة يعني النكاح ففي بعض الناس يكتبها في افتتاح رسائل الماجستير والدكتورة مع أن الكتب العلماء الكبار الموطأ الإمام مالك والكتاب الأم الإمام الشافع الكتب دي كلها لم تفتتح بخطبة الحاجة بخطبة الحاجة دي فين في الزواج في النكاح وليست في الجمع ولا في الرسائل العلمية إلى غير ذلك هل بدأ الموطأ بخطبة الحاجة ولا الأم للإمام لا وحمد أو حمد بالفعلية بعد الإسمية تأسيا بحديث إن الحمد الله نحمده واختار الفعلية هنا الدالة على الحدوث والتجدد لأنه في مقابلة الإنعام لأن الإنعام متجدد فاختار الفعل المضار لأنه فيد التجدد والأول في مقابلة الذات الحمد بالجملة الإسمية كان في مقابلة الذات المستمرة أما الجملة الفعلية في مقابلة الإنعام فأتى لكل بما يناسبه جل أي عظم جملة لإنشاء التعظيم أو خبرية حالية من الضمير على الإنعام متعلق بنحمده بنعمة متعلق بالإنعام وإضافته لما بعده للبيان يعني عندما قال بنعمة الإيمان يعني على الإيمان نفسه فهو كأن الإضافة للبيان الإيمان هو تصديق القلب بما علم مجيء النبي صلى الله وسلم به ضرورة مع الإقرار باللسان على قول والإسلام أي الخضوع والانقياد بقبول الأحكام أي أعمال الجوارح وجمع بينهما لتغاير مفهومهما يعني قال بنعمة الإيمان والإسلام فجمع بين الإيمان وبين الإسلام لأن الإيمان وإن كان يلزم منه الإسلام والإسلام وإن كان يلزم إلا أن المفهوم متغير فمفهوم الإيمان غير مفهوم له وإن كان متلازمين بحيث لا يوجد إيمان من غير إسلام ولا إسلام من غير إيمان من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلاء من خصنا بدل من الضمير المنصوب بنحمده يعني نحمده اللي هو خصنا الذي خصنا الراجع إلى الله أي الذي خصنا أي ميزنا خصنا يعني ميزنا معاشر المسلمين بمزايا أو شفاعة أو متابعة خير أي أفضل من أي نبي قد أرسل لهداية المخلوقين يعني هو خير نبي وأكرم رسول صلى الله عليه وسلم وإنما قدرنا المضاف قبل خير لألا يرد أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لسائر الأمم والرسل نواب عنه فلم تكن مقصورة علينا بل المقصور علينا متابعته بالفعل أو شفاعته الخاصة أو مزايا التي أعضيها كالكوثر يعني ما معنى أن الله تعالى خصنا بسيدنا محمد مع أن رسالته عامة لسائر الأمم حتى بعض العلماء زي التاج الدين السبك قال حتى الأنبياء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن والملائكة والأنبياء فكيف يكون الله تعالى خصنا به فهنا قال قدرنا المضاف قبل خير لألا يرد عندما قال خير أي أفضل حتى لا يرد علينا هذا الإراد فيكون المقصور علينا متابعته يعني إحنا فقط إحنا مأمورين بمتابعته بالفعل الأنبياء كانت لهم شرائع والملائكة ليسوا مكلفين بشريعته فما معنى خصنا يعني ما معنى هذا القصر يعني خصنا يعني جعلنا جعل المتابعة مقصورة علينا أو قصر شفاعته الخاصة أنه في شفاعة عامة تنال الخلق جميعا وفي شفاعة خاصة أو المزايا التي أعطيها لأمته مثل الكوسر فهذه مقصورة علينا هذا التوضيح كان لابد منه خير أي أفضل من حازة أي جمع المقامات المراتب العالية جمع عليا ضد السفلة مثل كبرى وكبر محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى محمد هنا يصح فيه أوجه الإعرابي الثلاث تقول محمد وتقول محمدا وتقول محمد خلاص كده بس اللي يناسب ليه يمتنع النصب عشان عدم موافقة ليه النصب والرفع خبر محذوف والنصب مفعول أمدح لكن الرسم لا يساعد النصب يعني ما نقول إيش محمدا لأنه لو كانت فيها تنوين كده ألف كان يمكن إنما هنا لا توجد العلامة التي تدل على النصب والرفع أرجح أرجح معنا ليناسب ارتفاع رتبته يعني في المعنى نقول محمد أما في الأعراب هنا بحسب الأعراب نقول محمد يبقى يجوز ليه الثلاثة إلا أن واحد ممتنع والأولى اللي هو عليه النظم أن نقول محمد لكن الأحسن في المعنى هو الرفع كل مختفى سيد يطلق لمعاني منها متولي السواد أي الجوش العظيمة فيكون سيد هنا معناها قائد كل مختفى اسم مفعول أي متبع من الأنبياء والعلماء يعني إذا كان صلى الله وسلم سيد كل متبوع مختفى يعني متبوع فلزم من هذا أن يكون سيد التابعين من باب أولى العربي دنعت يعني المنسوب إلى العرب وهم بنوا إسماعيل الهاشمي المنسوب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم هاشم هو الجد الثاني المصطفى أي المختار من سائر المخلوقات وهو أفضلهم على الإجماع بإجماع من يعتد بإجماعه لماذا قال بإجماع من يعتد لأنه أخرج من كأنه يريد أن يعرض بذكر الزمخشري فكأنه يعني لم يجعله لم يجعل كلامه معتدا به ولهذا قال بإجماع من يعتد بإجماعه ولا يخفى حسن تقديم العربي على الهاشمي والهاشمي على المصطفى يعني عندما تذكر نعوت أو أوصاف تقدم العامة على الخاص يعني لا تقول سيدنا محمد الهاشمي العربي لا تقول العربي الهاشمي فتذكر الصفة العامة ثم تذكر الخاصة بعدها فلابد من تقديم العامة على الخاص فتقول الإنسان حيوان ناطق ولا تقول ناطق حيوان وهذا إشارة لقول إن الله اصطفى شف خد بالك كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار صلى عليه الله ما دام الحجة يخوض من بحر المعاني لججة صلى عليه الله من الصلاة المأمور بها اللي في قوله تعالى إن الله وملائكته وصلون عنه وهي الدعاء لأن الجملة إنشائية والصلاة من الله رحمة أي نطلب منك يا الله وندعوك أن تنزل صلاة أي رحمة على النبي صلى الله وسلم ملائقة بجناء ما دام الحجة مدة دوام الحجة أي العقل يخوض يخوض يعني يقضع من بحر المعاني أي من المعاني التي هي كالبحر في الكثرة والاتساع لأن المعاني والعلوم والمعارف كالغزير لججة جمع لجة وهو الماء العظيم المضطرب فشبه المسائل الصعبة باللجج بجامع عسر الخوض في كل زي ما تفكر يصعب عليك كذلك لما تخوض في البحر يصعب عليك لللجج والأمواج المتلاطمة واستعار اللجج للمسائل الصعبة على طريق الاستعارة المصرحة طبعا ده بلاغة الاستعارة المصرحة هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به خلاص إذا صرح بلفظ المشبه به تسمى إيه استعارة مصرحة وإذا لم يصرح تبقى الاستعارة المكنين وحاصل المعنى أطلب منك يا الله أن تصلي على النبي سلم مدة دوام العقل يخوض أن يقضع مسائل صعبة في المعاني الكثير الشبيهة بالبحر وفي الإتيام من بمن التي للتبعيض إشارة إلى أنه لا يحتوي على جميع المعاني إلا الله يعني شوف يقول هنا ما دام الحجى يخوض من 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 للتبعيض لأنه لا يستطيع إدراك جميع المعاني الذي أحاط علمه بجميع الأشياء وآله وصحبه ذو الهدى من شبه وآله بالجر عطفا على الضمير عليه بدون إعادة الخافض يعني قال صلى عليه الله لم يقلوا على آله فيجوز أن نعطف من غير إعادة إيه الجر وهو جائز عند بعض المحققين كابن مالك وإن أوجب الجمهور إعادة الجر تقول اللهم صلي على سيدنا محمد عند الجمهور تقول وعلى آله لازم تعيد حرف الجر أما ابن مالك وبعض المحققين أجازوا أنك تعيد من غير الجر تقول كذا اللهم صلي على سيدنا محمد وآله ولا تعيد حرف الجر لكن الجمهور على أنه لا بد من إعادة حرف الجر وعلى هذا ما وجه به ابن مالك قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام من غير إعادة الجر وآل النبي طبعا الآل هنا يختلف تعريف الآل باختلاف المقام فإذا كان المقام مقام المتح والثناء يبقى آله هم من آمن به أو أتباعه المؤمنون به الأتقياء من أمته وإذا كان المقام مقام الدعاء يبقى كل من تبعه ولو كان عاصيا وإذا كان المقام في مقام الزكاة أو الصدقة يبقى آله هم مؤمنوا بني هاشم والمطلب المطلب أخو هاشم يبقى بني آل النبي في مقام الزكاة أو في مقام تحريم الصدقة من هم بنوا هاشم هم من ثاني وبنوا المطلب في مقام الزكاة ده عند مين عند الإمام الشافي أما المالكية خصوا بني هاشم فقط والحنفية خصت فرق خمسة من بني هاشم يبقى عند الإمام الشافع أو الشافعية آله بني هاشم مين يبقى يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب وهو أخوه هاشم ويدخل بني هاشم نجي عند المالكية قالوا بس بني ما دخلوش مين المطلب الحنفية ذكروا خمسة من بني هاشم بس فقط لما آلوا آلوا عقيل وعلي وآلوا جعفر والحارس والعباس فقدوا لهم آله عند مين عند الحنفية أما عند المالكية أوسع شوي وعند الشافعية أوسع والأنسب بمقام الدعاء حمله على أتباعه طبعا هنا المقام مش مقام زكاة وصدقة ده مقام دعاء منثني فهنا يحمل اللهم صلى عليه وعلى آله يعني على أتباعه لعم كل الأمة إذا كان في مقام الدعاء يبقى آله يعني أمته أما في مقام المتح الأتقياء منهم لأنه لا يمدح العاصر إذا كان مقام مقام دعاء يبقى نوسع نقول على آله يعني أتباعه مطلقا ولو كان عاصيا أما إذا كان المقام مقام متح والثناء يبقى الأتقياء مقام زكاة وصدقة يبقى إيه نرجع إلى المذاهب الفقية بنه هاشم والمطلب عند الشافعية بنه هاشم فقط عند الملكين الخمسة اللي عند مين وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع وتعريف الصحابي مؤمنا بنبينا بعد البعثة يعني اللي اجتمع به في الشباب أو في الصغر قبل النبوة لا يعتبره صحابي ولا يصح كونه جمعا يعني كلمة صحابي أو صاحب اسم جمع اسم جمع وصحبه صحب لا يقال جمع وانما هو اسم جمع زي جيش لا نقول جيش لا نقول جمع مع انه جيش كثير وانما هو اسم جمع لانه يجمع على جيوش هو اسم جمع خلاص لا يكون جمعا لان فعل الصيغة الصيغة في الصرف فعل لا يجمع خلاص لا يكون جمعا لفاعل يعني صحب ما ينفعش يكون جمع لصاحب زي ركب ما ينفعش يكون جمع لراكب فيقال ده اسم اسم جمع ذوي نعت صحبه اي اصحاب الهدى اي الهداية للخلق وهي الدلالة على طريق توصل للمقصود سواء حصل الوصول اليه ام لا يبقى كلمة اصحاب رسول الله كالنجوم يهتدى بهم سواء حصلت الهداية او لم تحصل لانهم دلوا الناس عليها فمن الناس من قبل الهداية ومنهم من لم يقبل المهم الهداية ايه حاصلة بمعنى ايه الدلالة اا من شبه اا بانجوم في الاهتداء اا اا اي الذين شبه بانجوم جمع نجم وهو الكوكب غير الشمس والقمر يبقى فيه نجوم وشمس وقمر هنا انجم جمع نجم في الاهتداء بهم والمشبه لهم والمشبه لهم يعني من الذي شبه هم بالايه بالنجوم هو الله تعالى اولا والنبي صلى الله وسلم ثانيا لان النبي صلى الله اخبر عن ذلك لم يتكلم عن هو وانما ايه اوحى الله اليه بذلك فيكون المشبه لهم بانهم نجوم هو الله تعالى اولا والنبي ثانيا وقد جاء في بعض الاخبار القدسية ان النبي صلى الله سأل الرب عما يختلف فيه اصحابه فقال يا محمد اصحابك عندي اشوف الاصل اصحابك عندي كالنجوم في السماء بعضها اضوأ من بعض فمن اخذ بشيء مما اختلف فيه فهو على هدي مني وقال صلى الله اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وهذا التشبيه للتقريب على العقول بما الفوه وإلا فالاهتداء بالصحب اشرف من الاهتداء بالنجوم لان الاهتداء بهم ينجي من الهلاك الاخروي والخلوط في النار بل ومن الدنيوي بخلاف النجوم هذا الحمد الله رب العالمين قضعنا شوضا في هذه المقدمة بسرعة ونسأل الله تعالى ان نكمل هذا الكتاب بتوفيق وإحسان وسداد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه